هياكم الله مشاهدين الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب فاصل قصر وفقرة فيس توفيس خليكم ويانا لحد يروح بعيد أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة فيس توفيس حيث الأخبار والأحداث والمواضيع والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم وأكيد أولى مواضيعنا هو بالشأن المحلي وموضوع ترند حصل في اليومين اللي يمضون بصراحة ترند يعني مؤسف مبكي يعني محزن بس يعني لازم لازم نسولف بي لازم نشوف تفاصيل شنو تعرفون أنه بكل دول العالم أكو جباية على الكهرباء الكهرباء لما تجيك للمنزل تشغل جيد ما تريد ببيتك أكو جباية تجيك نهاية الشهر وللأمانة للأمانة يعني تجيباية رخيصة يعني كبغداد أحتيكم أو كمناطقنا ما عرف يعني أنا شوفها رخيصة مناسبة جدا يوم تجيك 7000 دينار يوم تجيك 13000 دينار أكو ناس تجيهم 40 و 50 ألف حسب استخدامهم يعني زين يوم تجيك 500 دينار ما تعرف إياه المهم فهاي الجباية هي يعني بصراحة هي رخيصة يعني وهذا الشي معمول بي بكل دول العالم يعني وما حد يقدر يقول ليه شو ما عرف شنو لا هذا الشي معمول بي وطبيعي وحضاري ووارد بل ويجب على الدولة أنه تستقطع يعني من المواطنين بعض الأمور مثل الكهرباء مثل النات مثل حتى طبعا كدول تستقطع المياه والغاز وغيرها من الأمور زين والنفط احنا طبعا النفط يوزع لنا يعني تقريبا شبه مجانا يعني حالة حالة الحصة التموينية يعني النفط نطم بالغرمزية جدا المهم بعد نهاية كل شهر يندق بابك تفتح الباب تلقي واحد أو وحدة بيدها جنطة لابسة جنطة صفح وبيدها دفتر وقلم ووصولات دفتر ووصولات ويقول لك أريد أقرأ الميزانية أنت بكل احترام وتقدير الدخلة يقرأ الميزانية يقرأ الميزانية يسجل القراءة الحالية وينطيك القراءة السابقة ما لنهاية الشهر كورقة ويا أمها تدفع فوري زين؟ أو تدفعها تروح للدائرة زين؟ هواي ناس تدفع فوري لأنه بلغ رخيص ما يريد يسوي تراكمات وغرامات عليها فتدفع فوري؟ أنا من الناس ندفع فوري تجي هنا 7000 13 18 20 ألف ذنين ندفعها الفوري؟ فيما لا فيما لا لها حد الآن الموضوع طبيعي ويفتر على المنازل وبجيبها جنطة وهذا طبيعي الأمور لهنا الموضوع طبيعي المطبيعي شنو؟ اللي هو من وزارة الكهرباء بتقول وزارة الكهرباء جزء من إيرادات الجباية لا تأتي للوزارة هنا أنا شوية يصر عندك يعني تسوي جزء من إيرادات الجباية لا تأتي للوزارة وين تروح؟ بسبب فساد الموظفين إحالة 48 ألف موظف للتحقيق بتهم الفساد هذا الخبر اللي هو ترنت في مواقع التواصل الاجتماعي 48 ألف موظف ممن يقطعون الجباية ويذهبون إلى المناطق والمنازل محالين إلى التحقيق بسبب قضايا الفساد اللي هي فلوس الجباية اللي تستقطع من المواطن ما تروح للوزارة كاملة قبل كل شيء هنا أنا خلي أسأل سؤال هل الموظف يسجل إنه هو أخذ الفلوس من المواطن ويبوقها من الوزارة؟ حتى المواطن هنا أنا بعد بالسليم بس يا بسايد لو أصلاً ما يسجل إنه هو أخذ فلوس من المواطن وتبقى الوزارة تطلب المواطن هنا أنا الكارثة يعني هنا أنا المتضرر المواطن هو دافع فلوس بس والله شنو؟ ما يعني ما 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 واصطة للوزارة الأقوى من هذا أنتوا بهذا الخبر قلتوا للمواطن هأسه لا تدفع فلوس خوية لا تدفع جباية أنتوا هددتو تقريباً بهذا الخبر هددتو حرفياً والخبر طبعاً ترنت والأحد يقل لي وما أعرف شنو يحكي خبر ترنت في مواقع التواصل الاجتماعي اه 48000 موظف كلهم فازدين معقولة عس أوكي هما بالتحقيق خلي طلع منهم 1-2-10-100-20000-2000 يعني براءة خلي طلعهم براءة الباقين معقولة كلهم كلهم فازدين شوف أنا ما رح حطهم العذر لأنهم حرامية بس أول إنهاي بسبب رواتبكم الزهيدة القليلة اللي تطوها للموظفين مالتكم وزارة الكهرباء واحدة من أقل الوزارات بالرواتب ليه شن السبب؟ لأنهم وظف ما يقارب نص مليون ربع مليون عراقي بالوزارة طبعاً يصير راتب قليل إذا عدد الموظفين كارثي عدد مهول من الموظفين وأكبر طالعاً مقنع بهاي الوزارة أكبر موظفين الدوم يوم وتقعد ثمانة يام اليوم إحنا مقبلين على دولة تطور دولة بناء دولة إعمار دولة خالية من الفساد هذن صغار الأمور هي اللي تسوي وتنمي فكرة السرقة عند الموظف اليوم هو موظف ما در درجة سابعة ما درجة قد يبوق ذن السوالف وفساد باتر من يكبر ويكبر ويكبر ويصير مدير عام تتنمي عند هاي الموهبة وهاي الفكرة ما البوق والسرقة ماكو باتر عقبو يبوق مليارات يبوق مليارات باتر عقبو فعلى وزارة الكهرباء وأيضا رئيس الوزراء مشكورين على الجهود اللي جاي تسووها بصراحة يعجز اللسان عن وصفكم جاي تسوون مشاريع مهمة جدا للبلد جاي تقضون على الكثير من الحالات السلبية ولكن هذه أيضا حالة سلبية في حال وزارة الكهرباء ما قدرت تصحح الموضوع على رئيس الوزراء التدخل خلنشوف الموضوع وتفاصيله ويردود أفعال المواطنين الكهرباء جز من إرادات الجباية لا تأتي للوزارة بسبب فساد الموظفين حالة 48 ألف موظف للتحقيق بتهم الفساد هذا هو الخبر اللي هو يعني مثل ما تشاهدون يعني والله كان رث يا واحد يعني ما عرفش يحتيش يقول يقول ماهر يروح للتحقيق ينطي ربع المبلغ وكان الله يحب المحسنين فهي ما أدري حاميها حراميها ليحقق وما أعرف شلون ما أدري والله هي مشكلة يعني هي مشكلة بصراحة حسين جعفر يقول المفروض طريقة محاسبة المواطن على أجور الكهرباء أليكتروني تفاح المواطن مثل ما يعبر صيد حتى لا يحدث سرق بحجة قياس العداد طبعا أنا مع هذا التعليق يقول المفروض طريقة محاسبة المواطن على أجور الكهرباء أليكتروني فعلا فعلا اليوم تقريبا أغلب الشعب العراقي يمتلك بطاقة ماستر كيكارد أو أي مصرف آخر يعني يمتلك هذه البطاقة فأنا أتوقع أنه موضوع ممكن يكون ناجح يعني ممكن يتفحه أليكتروني مباشر تروح بعد لا يبوقها موظف ولا يقدر يتلاعب بها إلا فقط الموظف اللي قاعد على أليكترونيات وهذا تقدروني يعني أكو رقابة وتدقيق وغيرها من الأمور هذا كان تعليق سين جعفر ماهر يقول يعني هسا الوزارة أنطى تندار إنه بعد لحد ينطي الجباية للموظف هذا هو اللي صار خالد يقول وهاي الفلوس اللي قاعد ندفعها للكهرباء وين تروح؟ يعني مثلا للسرقة إبهي تحالة لازم ما ندفع بعد أحسن حق المواطنين حقهم يعني بصراحة حقهم أنه يخافون حقهم يعني أنا أتوقع أنه هذا الشيء يا صديقي يعني تطفلوس وبعدين ما تندفع فما أعرف المصور ستار التميمي يقول أنا كموظف في وزارة الكهرباء أقول لك صدقت ورب الكعبة واللي تتكلم عنه موضوع فساد الجباية هو قطرة من بحر فساد وزارة الكهرباء بصراحة الموضوع يعني هذا يقول لك أنا موظف وشهد شاهد من أهلها يقول لك أنا موظف والموضوع اللي تتكلم عنه صحيح ورب الكعبة صدقت ورب الكعبة موضوع الفساد يقول هذا ما الجباية قطرة بحر من فساد وزارة الكهرباء هذا هو موظف من عدم بيهم هذا كان آخر تعليق في هذا الموضوع اللي هو كان موضوع الكهرباء اللي ما شاء الله يعني من فساد إلى فساد وفسادنا الآخر وموضوعنا الآخر والترند الآخر هو يخص المواطنين يخص الشعب في كل البلدان عندما تكون هناك شريحة من الشعب لا تمتلك عمل ولا وظيفة يكون هناك مبلغ من الدولة لمساعدة هذه الفئة وعدنا بالعراق يسمى هذا الشيء بالرعاية الاجتماعية مشكورين وزارة العمل ومشكور الدولة وزارة المالية يتخصص أموال للناس اللي ما تمتلك راتب الناس اللي يعدها يعني مصاب واللي يعدها شيء يطهم رواتب مشكورين جزاكم الله في خير هذا هو واجب من واجبات الدولة شعبها اتجاه المواطنين فمن باب أنه الانصاف يجب أن نشكر الوزارة والدولة بشكل عام على هذا الشيء مثل ما تعرفون الموضوع بتقديم يقدمون المواطنين على الموضوع الرعاية الاجتماعية الخبر وين الخبر يعني والترند اللي صار يقول لك هيئة الحماية الاجتماعية 150 ألف رجل 150 ألف رجل قدموا للحصول على راتب الرعاية بصفة أنثى هو فريقنا ناقص أخوتي رحمة الوائد يهتم 150 ألف رجل تقدموا على الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية بصفة أنثى ليش 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 والله ما أعرف زين زين خلي نجيها بغير باب ما أدري شنو السبب هل يعني إذا كانت أنثى يعني تكون لها الأولوية بالراتب بالحصول على الراتب بالتالي الرجل يروح يقدم بصفة أنثى ما تعرف ما تعرف شنو السبب ما تعرف ليش ما تعرف ما تعرف شنو اللي صار بالبلد ما تعرف من نحكي على فساد في وزارة معينة لازم نجي نحكي على فساد عند المواطن نفسه يا أخي يا أخي يا أخي ترى موضوعك كارفي أنت يعني أنت تريد تحصل على على مبلغ من الحرام نعم حرام نعم حرام أنت تحصل على هذا المبلغ حرام أنت ما جايبة بشي يعني بشي حلال أنت جايبة بغش من غشنا فليس منا ناخذها من الابتدائية ما فكرت بيها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قائلها من غشنا فليس منا بالابتدائية نعرفها من نحنا صغار ما مرت عليك هايبة يعني ما فتت من يم المدرسة وسمعتها ماكو أبد ما قرأتها بكتاب ما قرأتها بتلفزيون بشي يعني والله ما أعرف خليشوف الموضوع تفاصيله لأنه أكو أمور والله العظيم مرات تسبب عندك يعني شعور 150 اللي فرجل قدموا للحصول على راتب الرعاية بصفة أنثى بالنبارك عليك بالنبارك عليك وعلى راتبك اللي جاي تاخذه بصفة أنثى يا أنثى دخليش فريقنا ما عوزة شو اسمي ما عوزة شو شو إحنا نقص نه فريقنا بنقص يا أخوان بالمناسبة بالمناسبة أتمنى أن تكون هذه الظاهرة اللي تشاهدوها أمامكم قد انقرضت أتمنى ذلك لأنه قبل فترة كانت عندي معاملة بالجوازات والجنسية ما لقيته شيء للأمانة لقيت مكان محترم بقاعة مكيفة ونظيفة المراجعين مرتاحين ومقاعد كبيرة والسرة حلوة هذا وماكوز دحان هاي لقيتها بالجنسية والجوازات لأنت تعدي معاملة بالجنسية والجوازات بس بعدني ما شايف هاي الدوائر هاي ما كو ما المجلس بلدي والبلدية والرعاية اجتماعية وما عرف شنو بعدني ما يعني ما عرف بعدهم على التحديث القديم بعدهم على هيد شيء من الشباك كاتل الوسخ يعني حشاكم كاتل الوسخ هذا الشباك والما عرف شنو والسرة بعدها هاي الولاي ما عرف والله يعني أتمنى أن تكون هذه تأكيد هي الصورة من الأرشيف فأتمنى تكون هذه الحالة مقرضة نبقى بالشيء بالشيء يذكر لأنه المواطن يعني حتى لو احنا نحكي عن قضية فساد أكو هواي مواطنين يجون يراجعون على على أمور يعني تخصهم فوقفتهم يعني هاي عبد مو حلوة خلنشوف التعليقات يقول خافت شابه اسماء قتيبة يقول خافت شابه اسماء مثلا براء ريان نور أزل وغيرها من الأسماء خافت شابه اسماء شوف هو تعليقك يعني إثير الريبة ممكن ممكن خافت شابه اسماء ممكن وتعليقك يعني بي يعني هاي الصالفة بس تشابه اسماء يعني هم مؤكيد منكشفوهم بعد انه تحرى ودقق وهذا بس إذا على موت تشابه اسماء قالين بصفة عنثى لا هنانة تشيل الوزارة يعني ما الماخذين الموضوع على الأسماء مثل براء ريان نور أزل على قولتك هذا الموضوع كارثي لأنه عندنا أسماء للولد وللبنية متشابهة مزين فيا أخويه يعني ما عرف يعني تعليقك خلى بيه يا شي اسمي جعفر يقول تحية خاصة الفريقنا البايع القضية صدق بايع القضية جعفر احنا نقص خوة احنا نقص احنا فريقنا بايع القضية صدق والله صلاح يقول يوم نشوفهم حوامل بيت توفيق ان شاء الله انت خب ما صدقت صلاح تريد ذبلك وحده سالم أو سليم يقول البلد يعاني من أزمة أخلاقية وقلت عزة النفس بصراحة يعني حشق مضبوط عبدالله يقول يا لهوي ايه الحلوة دي ايه الطعام دي ذكرتنا بالمسرحية صديقي يا لهوي يا لهوي ويا لهوتي هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوع المية وخمسين الف رجل اللي متحولين إلى أنثى على مود ياخذون رواتب ياخذون رواتب على مود يعني يشتغلون بيها مع الأسف موضوعنا الثالث في فقرة فيس توفيس رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة كبيرة جدا بل هي أفضل من كل من كل ما يحصل من اتفاقات ومن سفر ومن معاهدات ومن 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 بروتوكولات رحمة رب العالمين اللي دائما ما تكون هي يعني والله ما عرف ما عرف شو وصف ما عرف يعني والله يعجز اللسان عن الوصف تعرفون احنا حاليا بالسنوات اللي مضت مع تركيا نتعارك على مود المياه ما يفتحونا المي بجلة والفرات وعندنا كان نقص حاد بالمياه لدرجة انه جفت الانهور والاهوار والبحيرات تلاشت اللي موجودة بالعراق ونقلهم وفتحوا المي ما يفتحوا معاهدات وغيرها والتفاصيل وفتحوا النياب القطارة ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى كبيرة وتسع كل شي بغضون ايام قليلة فاتت كان البلد يمر بحالة من المياه يعني حالة ما عرف شو الصفة انطار غزيرة بكل المحافظات بكل المناطق لدرجة لدرجة انه يعني خلت وزارة الموارد المائية تعلن ارتفاع الخزين المائي وتحذر الساكنين على حوض نهر دجلة المياه مرتفعة بشكل كبير جدا واكو حتى سيول ضربة بعض الاقضية والنواحي بالعراق مياه مرتفعة جدا لسنا بحاجة الى تركيا لفتح المياه فالله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى موجودة دائما تنعم على العراقيين وعلى هذا البلد البلد المسكين اللي عانى ما عانى وشاف ما شاف من صولات وشولات ومعارك وقتال في الخبر يقول الموارد تعلن ارتفاع الخزين المائي وتحذر الساكنين على حوض نهر دجلة طبعا بالبداية اطلب من وزارة الموارد المائية بما انه ارتفاع الخزين المائي وبما انه اكو مياه كبيرة جدا حافظوا عليها خزنوها جاينا صيف وصيف قاتل خزنوا هاي المياه لا تخلونا بحاجة الى تركيا وغير تركيا حافظوا على هذا الخزين المائي اخوان هذا دوركم هذا شغلكم هذا واجبكم هذا عملكم شو نسوي بعد يعني شو نقول لكم حافظوا على هذا الخزين هاي نعمة من رب العالمين ينعم علينا بيها البشر ما ينعم عليك رب العالمين جاي ينعم عليك بنعمة انت تجي وتعوفها مو بعد اذا ما تقدرها بعد ما تجيك فأتمنى انه يتم المحافظة على هذا الخزين يقول الخزاع يضياء خير وبركة ان شاء الله عطايا الله لا حدود لها اما ابو ابو جود يقول كل خير وبركة الحمد لله كرار يقول الف الحمد لله والشكر على هاي النعمة والله لطف بالعراقيين انور يقول صيفا تحذر من الشحة والعطش شتاء تحذر من الارتفاع والخطر الحلول وين فعلا الحلول وين يعني بالصيف تحذرون ترشيد استهلاك المياه وشحة وشحة المياه وبالشتاء تحذرون من الارتفاع والخطر يقول الحلول وين هنا يجب انه نعمل موازنة لازم يسركوا بالانس بالموضوع يا اخوان يعني شلون انفهمكم ببعد لازم انتو تفتهمون انه الصيف تركيا ما رح تفتع عليك المي فلازم انت تكون قدر المستطاع انه تستفيد من هذا الشيء تستفيد من هذا الموضوع يا وزارة المعارض المائية جزاكم الله خير الجزاء يجب الاستفادة من هذا الموضوع اخر تعليق من محمد فالح يقول الخزين بوجه البحر العرب يقصد شط العرب وبالصيف تبتون هذا اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع موضوع المياه اللي هو اخر موضوع في الشأن المحلي ونتمنى فعلا من وزارة الموارض المائية انه تحافظ على هذا الخزين وهاي الامطار اللي انعم علينا بها رب العالمين مشاهدين الكرام نغلق الشأن المحلي ونفتتح ملف غزة وفلسطين وما لدينا من اخبار وإحصائيات مستمرة وتفاصيل بهذا الملف نبدأ ملف غزة ب موقف الصهاينة من رفض نتنياهو المشاركة بمفاوضات القهرة راح تشيكم شغلة لازم تعرفوها انه حاليا اكو عرك بالداخل اكو قتال بالداخل ما بين الصهاينة اخوان اليوم يجب انه نفرح بفرح الانتصار اكو اليوم قتال داخلي ما بين الصهاينة وراح شوفكم نوع هذا القتال بصراحة انا فرح جدا عانت غزة وعانت فلسطين كثيرا ولكن هذه الاخبار اللي راح تعرض بعد قليل هاي تدعو للفخر بصراحة اللي جاي يصير ما بين الصهاينة وبيناتهم موضوع مفرح جدا الحمد لله والشكر وهذه ايضا من رب العالمين خلي طبعا هذا النتن رفض انه يشترك ب يعني مفاوضات القاهرة رفض انه يشترك بيها سوه استطلاع رأيي 45% من الشعب الصهيوني معارض للنتن و33% مؤيدين للنتن شوف لنسبة جد المعارضين وركزوا بهاي النسبة بعدين ايضا طبعا احنا دائما نبدي الملف بالاحصائيات وهاي الاحصائيات مهمة جدا حتى يشوف العالم كله شنو اللي جاي يصير في فلسطين 150 منشأة دولية استهدفتها اسرائيل في غزة منذ 7 اكتوبر المفوض العام للأونرا هو طبعا هو طبعا بالمناسبة بس انا جاي شوفكم انه الصهاينة حتى المنشآت الدولية ما تحترمها حتى المجتمع الدولي ما تحترمها والدليل هم فلشوا وهدموا وخربوا 150 منشأة دولية في فلسطين فانت من نانا جاي تشوفوا انه هم حتى المجتمع الدولي ما محترمين يعني حتى حتى تركز وتكون على بيّنة اوكي ف 150 منشأة دولية تم استهدافها شهداء وخسائر فادحة في قطاع التعليم بغزة لقى اليوم جبنا القطاع الثقافي هس قطاع التعليم رأساء ثلاث جامعات استشهدوا 95 عميد وأستاذ جامعة 68 بروفيسور 88 ألف طالب حرموا من مواصلة تعليمهم 555 طالب انتعذر التحاقهم بالمنحة الدراسية في الخارج 720 مليون دولار خسائر قطاع التعليم 200 مليون دولار خسائر مادية بالجامعات 5 جامعات مدمرة المصدر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان هذا هو المصدر وهاي الأرقام قدامكم هذا في قطاع التعليم هذه الصورة يعني ما أعرف يعني والله ما أعرف شنو أشرح شنو أحكي على هاي الصورة بس أريدكم تتمعنون بهاي الصورة زين وإنتا جاي تشوف تقرب على التلفزيون تقرب أو تسوزهم وركز لي بهاي الصورة ركز لي بحجم الدمار اللي حل بهذه المنطقة أخوان هذه مدينة في فلسطين مدينة هذه في فلسطين شوفوا شنو صار بيها مدينة بالكامل تم تدميرها أصبحت غير صالحة للعيش تحتاج سنوات وسنوات لأجل العودة لأجل عودة الحياة فيها مدينة كاملة يا أخوان مثل ما تشاهدون وهذه الصور أمامكم مدينة ساحلية مهدمة بالكامل أخوان هذا الموضوع كارثي وأخوان والله كارثي ما أدري يعني والله شنو اللي شنو اللي واحد يقدر يحكي كل هاي البنايات مهدمة كلها مهدمة مساوي هوية الأرض العموم اسمع اسمع الأخبار الحلوة اسمع الأخبار الحلوة رح تبدأ من هسه آلاف الإسرائيليين يغلقون الشارع إلى وزارة الدفاع بتل أبيب مطالبين النتنياهو بإبرام صفقة للتبادل خلعتكم الموضوع بعد نرجع نفرح الإسرائيليين يردون الإسرائيليين اللي أد حماس ف نتنياهو ما يريد يسوي صفقة التبادل ليش لأنه شروط حماس ما يريد يسويها لنتنياهو فقاموا الشعب الإسرائيلي وعوائل الذول اللي أد حماس إجوي سووا مظاهرات ضد نتنياهو طبعا بالمناسبة شوفوا شوفوا الصورة شوفوا العدد الكبير الهائل هذا هسهي شما بيناتهم هسهي هسهي دق بوكسات بيناتهم حلو ركز ركز أريدك تركز عائلات الأسرى الإسرائيليين صرحوا وقالوا شنو قالوا نتنياهو يتجاهلنا ولا يسمعنا وأكبر دليل خطابه الصحفي بالتزامن مع مظاهراتنا الله الله صيحكم طرب بيناتكم صيحكم طرب والله العظيم شوف وجوهكم هاي طبعا شوف هاي غير مظاهرات يومية هسه هسه بهذا الوقت تحتي ياكم بس هذا الإعلام الغربي ما يطلحه بعض الإعلام الخائن عرضه سمي المطبع ما يطلحه هاي المشاكل يعني الفيسبوك ما يطلحه بس وين يتروح من عندنا يعني فهم حاليا بيناتهم الصائرة صائرة من الروس ومن الشسم وهذا يريد هذا وهذا يريد يعني الأسرة وهذا يريد يدامتم الموضوع نستمر بالأخبار اسمعني هنا نشوف ركزني هنا بهذا الخبر يقول الشرطة من الظاهرين أمام منزل نتنياهو يعني عافوا وزارة الدفاع يجوّب باب النتنياهو يظاهرون ترى ترى يعني من أقلكم صائر أبياناتهم بالشسمة يعني حرفيا جاء يحتي حرفيا جاء يحتي يعني صائر أبياناتهم من الروس أم كافش شوف ربك ربك هاي حوبة الأطفال هاي حوبة النساء هاي حوبة الناس خلاق أبياناتكم أبياناتكم يقول هذا القذر أجل لكم الله مطالب حماس تعني الهزيمة لإسرائيل ولن نوافق عليها بس بالبداية الخبر اللي طلعنا شي يقول يقول المظاهرات أمام منزل ووزارة الدفاع أمام منزل نتنياهو ووزارة الدفاع تطالب نتنياهو بالموافقة على شروط حماس وإجراء صفقة التبادل الله شقد شقد خبر مفرح والله العظيم شقد خبر مفرح اللهم نضرب الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين بياناتكم ناركم تأكل حطبكم عساكم للحرق للقير وبئس المصير بياناتكم فهي الأخبار اللي تطرب الإنسان اللي اللي يعني تخليك تخليك يعني من قلت لكم وكو مشكلة بين نتنياهو وهذا البايدن واثنيناتهم واحد أقدر من الثاني أجلكم الله نتنياهو شي يقول يقول نعمل مع الرئيس الأمريكي ونقدر دعمه لكننا لا نتفق مع الإدارة الأمريكية في كل الأمور حلو زين هس هس مين من فمك ودينك أنا من حتيك قدتكم مشاكل بياناتهم والأخبار والأمور تحتي كان ما حد يصدق آه ممكن هاي أخبار هس خم هو يقول لكننا لا نتفق مع الإدارة الأمريكية في كل الأمور وعساكم لا اتفقتوا عساكم لا اتفقتوا للقير يا الله عساكم لا اتفقتوا فهاي وحدة من المشاكل اللي بياناتهم اخوان شوف يعني يا الله أهلا أعطائي الله كثيرة اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد في كوريا الجنوبية في هذا البلد المميز في كوريا الجنوبية هذا البلد المتطور رياضيا ثقافيا عدبيا فنيا سياسيا كل 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 التفاصيل مظاهرات في كوريا الجنوبية دعما لفلسطين وتنديدا بالحرب على قطاع غزة يعني شرفاء ناس شرفاء ناس ناس يعني والله العظيم يعجز اللسان عن وصفهم والله يعني بارك الله بهم وصلت إلى كوريا الجنوبية العالم بأسرة واقف مع فلسطين يا لها من من حكاية يا لها من قصة ستروى للأجيال والأجيال تباعا بالمستقبل قصة عظيمة هذه القصة رغم اللي جاي صير في غزة وفي فلسطين ورغم المآسي ورغم 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 شوف لي بهاي الصورة وركز بها زين وركز بها زين وأيضا شوف لي هاي الصورة وركز بها زين شوف لي هاي الصورة واسمع اللي راح أحكيه برغم الحصار والحرب والقصف الصهيوني المستمر تكريم أربعون طالبة من حفظة القرآن الكريم في أحدى مراكز الإيواء بمدينة رفح نرجع إلى الصور ونشوفكم الطالبات اللي بمدينة رفح طبعا مدينة رفح اللي يحاول حاليا الكيان الصهيوني تدميرها وهي تحت القصف حاليا ومهددة بالخطر هؤلاء الفتيات يحفظن القرآن الكريم وتم تكريمهن بصراحة الموضوع برغم ما يحصل في فلسطين من مآسي وحروب وقتل وقمع وتطهير عرقي لكل الفلسطينيين ولكن كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم لا يفارق الفلسطينيين تكريم أربعين طالبة من حفظة القرآن الكريم في إحدى مراكز الإيواء يعني لا أش اسمه ولا أش اسمه بصراحة موضوع يعني يعني بارك الله بهم هذا آخر ما لدينا في فقرة فيس تو فيس مشاهدين الكرام فاصل قصير وفقرة ترند تيوب خليكم ويانا بحدي روح بعيد أهلاً ومرحباً بكم مجدد المشاهدين الكرام في فقرة الترند تيوب ندخل سريعاً ونشاهد الفيديو الأول أشرح لكم على هذا الفيديو في محافظة النجف الأشرف تحت أحد المجسرات في هذه المحافظة قروب مال سيارات لاندقروز مونيكي بين قوسين جيكسار يسموها قروب بينهم قرروا أنه ينجمعون انجمعوا هذا القروب وجوه بوسط المدينة يفحطون ويوازون السيارات ويرمون إطلاقات نارية في وسط المحافظة هذا الفيديو كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى بوسط المحافظة و ما عرف والله والله يعني يا أخي يا أخي ليش يا أخي شنو شنو السبب اللي اللي خلاك تسوي تسوي هاي الأمور طبعاً بالمناسبة البعض منهم تم القاء القبض عليهم ونحيي إحنا القوات الأمنية في محافظة النجف البعض منهم تم القاء القبض عليهم ولكن نطالب بكل من ظهر في هذا الفيديو وأرعب الناس ورمى الإطلاقات النارية العيارات النارية وأيضاً فحطوا سووا ولاف سيارته لازم أنه يتم القاء القبض عليهم يا أخوان ضروري خلي نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا يوميا يوميا نحكي على مطار بغداد يوميا نتكلم على مطار بغداد أخوان رحمة الوالديكم هذا واجهة البلد هذا الناس كل الناس تجي وتجي بهذا المطار وتسافر عبر هذا المطار الأجانب والسواح والمعرف شنو إي مو يوميا نسوي لكم سالفة بالمطار يوم محترك يوم طعفي الكهرباء يوم تمطر وغرقان يوم يا أخوان رحمة الوالديكم القائمين على مطار بغداد ما عرف سلطة الطيران ما عرف الوزارة النقل ما عرف منه شنو عمش بيكم يومية سالفة مو فضحتونا قدام العالم إي مو رحنا وشفنا مطارات الدنيا كلها لافد يوم شفنا كهرباء طفيت لافد يوم حريق لافد يوم ما ينقض علي من المطار والله كارث يا أخوان يجب أنه يتم حل كل هذه الأمور طبعا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة نقول لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر